اهلا بكم الى موجز اخبار الان كثفت طائرات الاسد وقواته على الارض هجماتها على كافة مناطق خفض التصعيد الاربع في درعة وغوطة دمشق وريفي حما وحلب ففي درعة كثف النظام قصفه على احياء المدينة ومدن وبلدات الريف في حين تعرضت مناطق في محيط بلدة لطامنة بريف حما الشمالي لقصف من قوات النظام بالتزامن مع اشتباكات عنيفة فيما دارت اشتباكات على محاور في الريف الجنوبي لحلب اثر هجوم من قوات النظام على احد المحاور اعلنت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي رسميا سيطرتها بالكامل على سد البعث على نهر الفرات وغيرت اسمه الى سد الحرية وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود ان المقاتلين يمشطون القرى المجاورة بحثا عن الغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية ذكر جهاز الخدمات الصحية البريطانية ان 21 شخصا في حالة حرجة في المستشفيات بعد اصابتهم في هجوم لندن الارهابي وطبقا لمصادر اعلامية فان من بين 50 شخصا اصيبوا في الاعتداء فان 36 شخصا لا يزالون يعالجون في المستشفيات فيما توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي الى مستشفى كينغز كوليج جنوب لندن لزيارة المرضى الى ذلك اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي خلال مؤتمر صحفي امام مقر رئاسة الوزراء في عقاب هجوم لندن ان الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه وانه لابد من اعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الارهاب وعددت مي اربعة مجالات قالت انها تحتاج لتغيير ابرزها مكافحة الفكر الشرير الذي يلهم هذه الهاجمات المتكررة والذي وصفته بانه تحريف للاسلام وللحقيقة اكد وزير الخارجي المصري سامح شكري ان المباحثات التي اجرها مع نظره السعودي تناولت العلاقات الثنائية وملف مكافحة الارهاب مشيرا الى ان هناك تنسيقا سعوديا مصريا امنيا يشمل وقف تمويل الجماعات الارهابية وكذلك الخطاب الديني المتشدد وقال مؤتمر صحفي وخلال مؤتمر صحفي جمع الوزيران قال عادل جبير ان مصر حريصة على مواجهة الارهاب والتطرف وان المملكة تسعى دائما لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الامن قتلت القوات الباكستانية نحو عشرة من مقاتلي داعش في هجوم استمر ثلاثة ايام بعد تقارير استخباراتية افادت ان التنظيم كان يحتجز شخصين الصينيين اختطفا حديثا واجرت العملية الامنية في اقليم ماستون في ولاية بلوشستان واستهدفت كهوفا يستخدمها قادة داعش كمخابئ الى اللقاء